السلام عليكم عزيان المتابعين في الحلقة الثانية من مهمة نهاية العالم طبعا ده التحديس الجديد في مهمة نهاية العالم فلاحظت فيها ان في اختلافات كتير عن مهمة نهاية العالم اللي فاتت واللي قبلها يعني في الفيديو بتاع الصبح انا قلت لكم ان انا بمجرد ان اه هتبرع بالحجارة هتلاقي انه وصلت للمركز التاني لان في المهمة الاديمة كان كده انا لو روحت على دوم الزدق دلوقتي وعلى كلمة موسم المفروض النقاط اللي انا جمعتها الصبح كانت تجمع في المكان ده لو روحت هنا كده على النقاط بتاعتي التحالف وضغطت هنا كده على اسمي ضغطت في اي مكان هنا على اسمي بتاعي الاحظ ان انا اتبرعت بالحجارة اه ستة وسبعين الف ودي النقاط بتاعتي النقاط دي المفروض كانت بتتجمع اه برا هنا في المكان ده الموسم ده التحديث الجديد مش بتتجمع خالص فدي مشكلة طيب احنا هنكمل لعبة على التحديث الجديد ده هنعمل هنروح على القائمة هندوس على علامة النجمة اللي هي علامة التحالف نروح على التكنولوجيا نروح لاخر حاجة خالص تحت خالص واتبرع في اي واحدة من التلاتة دول طبعا انا لسه متبرع من شوية حتى اي مكتوب عنده سفر فقدر اتبرع بعد دي اقتين مرة كمان وطبعا اتبرعت بكل الالماس اللي معايا بخليك تتبرع خمسين مرة بالالماس بعد ما بتتبرع بتروح على المتجر هتلاقي معاك النقاط فوق هنا تبدأ تشتري بها حجارة الحجارة بمئة الف لان انا كده هشتري الفين الفين من الحجارة بالمئتين الف هبدأ بقى استخدم الحجارة مش في التبرع في حاجة تانية التبرع كده مالوش لازمة في الموسم ده ما بيجيبش نتيجة حتى خلوا المباني اتناشر مبنى بكل سهولة كان الاتناشر دول بنجيبهم عن طريق الابحاث وحاجات كده اللي كان متابعة لحلقات القديمة في القناة اللي تقفلت اللي هي اللي هي كانت على تلات تلف مشترك القناة القديمة كان هيلحظ فرق كبير عن الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي طيب عندي هنا اتناشر مبنى هبدأ استخدمهم نغطي على بناء بعد كده هتغطي على اونر ببدأ ابني اول المباني بتاعتي طبعا انا قلت ان التشكيلة بتاعت المباني دي كده غلط بس طبعا انا غيرت التحالف بتاعي فالناس هنا اللي بيبتاحهم مختلف تماما يعني فعادي انا هكون مضطر ان انا ابنيهم هنا ادور على ارخص حاجة يعني تستهلك حجرة قليل بتعرف من هنا مكتوب هنا بيقول لك هتاخد ربعمية وانا معي الفين فوق فانا ادور على ارخص حاجة بحيس اقدر احط المباني كتير طبعا كانت هي ارخص من كده الصبح كانت بتمانين طيب انا بالمنظر ده كده مش هبني المباني كلها انا بحب المباني كلها تبقى جنب بعض يعني هنا انا ملاحظ في تمانين وفي واحدة تانية فقى تمانين ناحية تانية لكن انا محتاجهم يبقوا جنب بعض طيب انا هختار المكان ده قبل ما ابنيه بس كده لحظة لو انا ضغطت عليه اه مكتوب هنا بيقول لك تتحطى عندي مركز التحالف اه رقم واحد احنا بنقدر نبني اربع مراكز كل المركز بتبني عنده حاجة معين طيب انا هبني ده كده مركز تحالف رقم واحد اه ده مركز رقم واحد حتى مكتوب هنا اهو رقم واحد اول ما بينزل بينزل عليه درع بالمنظر لها طيب هبدأ ابني بقية المباني لو ضغطت على ده هيقول لي هيتبني عند مركز رقم اتنين طيب خلينا نخلص من رقم واحد كلهم الاول نبني المبنى ده جنبه طيب اول مبنى نبنيته ده مصنعة بتصنع فيه اه المواد وكده هريك بتعمل منه ايه اما المبنى التاني ده خاص باحتلال الاراضي وانك تحتل مستوى اعلى يعني ده مستوى واحد كل ما بتعلي في المبنى ده اللي هو اللغدر ده بتقدر تحتل مباني مستوها اعلى اما بالنسبة للمبنى ده ده مبنى الهجوم بيزد من قوة اه قوة الهجوم بتاعتك لما بتجي تهجم كل ما بتعليه بيزود لك قوة الهجوم بتاعتك طيب اخر مبنى هبني وهو الخاص بالدفاع بيدافع عنك لما حد يجي هجم على الاقاليم بتاعتك بيكون فيك وض تدافع عنها اللي هو المبنى ده حتى على علامة الدفاع يعني اهو ده خاص بالدفاع كده انا بنيت الاربع مباني عند المركز رقم واحد هشوف كده معي حجارة تاني ولا لا لو معي حجارة هبني عند المركز رقم اتنين طبعا المركز رقم اتنين بيحتاج حجارة اكتر اهو هاجه ابنيه هنا كده في رقم اه واحد ل абсолютه فاي الورو كده المفروض كده هيقول لي ي благодар تبنيه هنا يبنيه عند المركز رقم اتنين اهو و تبدأ رسالة بيقول لي مش ينفح تبنيه في المكان ده يبنيه عند مركز رقم اتنين فان هكوب له اذهب الى يعني اذهب الى المركز رقم اتنين ودى اني عنده اهو رقم اتنين طبعا المركز دي اللي بيبنيها القائد بتاع التحالف او الار فو الار فايف دا وهو قائد التحالف و المساعدين بتوه هما الار فو يبدو يبنو الأربع مراكز عن طريق الحجارة اللي انت بتتبرع بها زي ما حضراتكم ملاحظين هنا الثمن الحجارة هنا اغلى المركز رقم اثنين الحجارة عنده اغلى طيب انا كده بالمنظر ده مش هقدر غير ان ابني مبنى واحد بس هبني هنا عند الثمنمية هبدأ ابنيه عند الثمنمية اه ده اهم مبنى اللي هو المصنع ده بتبدأ بيه الاول اهو هبدأ ابنيه استهلك معي تمنمية كده مش هقدر ابني حاجة تاني لان مش معي حجارة تاني عشان تتأكدوا اهو هجابني واحد كمان هو حتى عامل للحجارة باللون الاحمر ايه بيت باللون الاحمر ليه لان الحجارة معي فوق خمسمائة وعشرة هو بيقول لي هنا هتحتاج تسعمية وهنا تمنمية فالحجارة معي مش هتكمل فانا كده محتاجة برع للتحالف تاني عشان اكون النقاط واشتري بيها حجارة طيب دلوقتي بعد ما بنت المباني الخطوة اللي بعد كده هتغط على اول ما تضغط عليها هيجي لك رسالة في الوش اضغط على الخطوة التالية شوفوا الخطوة اللي جاية بعد كده هتبقى اضغط برضو على اه اه نقل مجاني نقل مجاني واضغط هنا على الايكونة دي واضغط على اذهب الى جوتو هيبدأ ينقل مجانا حتى مكتوب هنا نقل مجاني هينقل بمركز التحالف رقم واحد طيب ابدأ هنا كده اه حط القاعدة بتاعتي هنا نقلتها نقل مجاني هيقول لي ابدأ احتل اراضي المهمة اللي بعد كده هيقول لي ابدأ احتل اراضي كده انا احتلت اول ارض وقال لي ايه فيكتوري طيب المفروض كده بمجرد ان انا ادخل للمدينة هلاقي جوايز جاتلي اول ما ادخل المدينة كده هلاقي الجوايز جاتلي تحت كده في المكان ده معمول باللغبر اضغط عليها وابدأ اجمع الهدية هي اطلع تاني الخريطة وابدأ احتل اراضي تانية ابدأ احتل اراضي تانية طبعا انت معك لغاية مستوى تلاتة اه الاراضي بتبقى سهلة يعني بص ده ارض رقم تلاتة مكتوب هنا ان المناعة صفر وانت عندك المبنى اللي انت بانيته اللي هو باللون الاخدر اااا يعطيك مية واحد مية واحد من المناعة عشان كده عملها باللون الاخدر يعني انت تقدر تحتل الارض دي عشان الماناعة بتاعة الارضي رقم تلاتة صفر فانت مش هتتأزي منها بس الاول لو كده احتلها مش هيرضي احتلها يعني لو ضغطت هنا كده احتلال مش هيرضي يحتلها. بصي السبب ايه? بيقول لي لازم اكون اه الارض اللي انا جاحتلها تكون في المكان ده. اي مكان ملاصق للون الازرق ده. ازرق او اغضر. الاخضر بيكون لون اكينتا اللي هو ده. اما الازرق بيكون اللون بتاع زميلة. الاحمر بتاع الاعداء. مشين فاحتل جانبه حاجة. فنقدر احتل في المكان ده. او هنا. لكن اجي في اي مكان بعيد عن الازرق. بعيد عنه ما ينفعش احتل. او ظهرون من الاسوات لان انا بسجل قريب من الشارع. اه مش جوه البيت يعني. طيب. هنا واحد صاحبه هو بيحتل اراضي برضو. هبدأ انا ادور كده واحتل اي ارض. طيب انا عايز احتل الارض مستوى تلاتة دي. فعشان احتلها لازم احتل الارض اللي جنبها الاول. الاراضي الملاصقة للون الازرق. ايه بعت مضرعات لان المضرعات سريعة. يعني انا هنا بعت مضرعات اه خات حاجة وتلاتين سنة. لو انا هبعت هنا كده اي قوات تانية. مسلا. هنا مضرعات بس لو غيرتها خليتها مشاه. هنشوف هيخدت دقيق كده من الوقت. هيخد دقيقتين وستاشر سنة. بيتتكتب تحت هنا قبل ما الكوات تتحرك. باللون الازرع تحت. اتنين دقيقة وستاشر سنة. فانا هغيرها وخليها ايه مضرعات. لان المضرعات طبعا اه اسرع. لانها بتجري بعجل. لكن مشاهي يمشي على رجليه. اهي. هتلاحظ انها قلت. بقت تسعة وتلاتين سنة. فاتبالك من الفرق انا ببعث على طول مضرعات لانها اسرع. طيب انا كده احتل لدي. هبدأ احتل لمستوى تلاتة. بيقول لي هنا المناعة صفر. وانت معك المبنى بتاعك اللي انت بنيت ومديك مية واحد من المناعة. هبدأ احتلها. هي دلوقتي جنب ايه? جنبها ارض لونها اخضر اهي. فطبعا هقدر احتل دي دلوقتي. لان هي جنبها بالزبط. طيب اه اه بيقول لي هنا لازم تحتل مستوى تنين الاول. يعني ان هنا احتلت مستوى واحد ويقول لي لازم تحتل مستوى تنين من فهاش تخش على مستوى تلاتة على طول. عبدأ ادور على مستوى اتنين. طيب فين مستوى اتنين هنا او? لازم احتل لمستوى اتنين الاول. لازم تتخذ بالتدريج واحد اتنين تلاتة وهكذا. ما نفعش اجي من مستوى واحد لمستوى خمس على طول. مش هيرضى. حتى لو هي سهلة بالنسبة لك بس ايه لازم تاخدها بالتدريج. انا لازم احتل لمستوى اتنين عشان اخش على مستوى تلاتة. على ما هو يحتلها. هشرح لكم المبنى ده. وظيفته ايه? المبنى ده هو اللي بيسهلك انك تحتل اراضي مستوى عيد. يعني انا ضغط عليه هو. وادوس على كلمة عرض التفاصيل هنا. ليه فيو دي. واضغط على اه معلومات اكسر. مور انفوروميشن. اللحظ ان مستوى واحد. ساني اخفي الايكونت البرنامج ده. طيب. اللحظ ان مستوى واحد او ليبل واحد. بيعطيني مية من المناعة. على طولك هتلاقيه بيحسبها لك مية واحد. لان هو بيعطيك واحد اصلا. يبقى مية واحد. لو انا حدثت المستوى اتنين هيبقى ميتين واحد. او هنا كاتب متين. بس انت هتلاحظ انه متين واحد. تلاتة هيعطيك تلتمية. اربعة وربعمية. وهكزا. لو انت باني مبنيين كل مبنى مستوى واحد. يعني المبنى ده مستوى واحد اهو. وباني واحد تاني برضو مستوى واحد يبقى كده الاتنين مع بعض يهديني ميتين. في متى ماشي ازاي? فانت هتشوف انت محتاج تحتل لي ايه? عشان تحدس المبنى ده. على سبيل المثال. هدور لك على واحدة مستوى اربعة. مستوى اربعة. اهي. واحدة مستوى اربعة اهي. لو دغلت تحتلال مستعمل هلم اللون الاحمر ازاي? ليه? بيقول لي المناعة بتاعتك مية واحد. وهو مطلوب كم? مطلوب متين. عشان احتل الارض دي لازم منعت تكون معديها المتين. يبقى انا عشان احتلها لازم احدس المبنى الاخضر ده. احدسه كم مرة? احدسه مرة احد. لان مستوى اتنين بيديني متين. في امتا ماشي ازاي? يعني انت اول ما تحدسها تلاقي اللون الاحمر ده تشاله بقى باللون الاخضر. بتقدر ساعتها انك تحتلها. طبعا لازم تاخد المستويات بالتدريج. مستوى واحد واثنين وثلاثة وهكذا وانت طال. طيب كن الارض اللي انا احتلتها من شوية? بص لو الارض دايها منك مش عارف انت احتلتها منين? هتروح على دومس داي. يلا بالمرة تعرف معلومة من هنا. تروح على الاقاليم. كلمة دي. وتلاقي عندك الاماكن اللي انت احتلتها بتبقى زهرة هنا. طيب انا عندي هنا بيقول ان انت احتلت تلات اراضي من الاراضي الفارغة دي. اراضي ما فيهاش حاجة. اضغط عليها كده. انا بص تيجي هنا كده واضغط هنا بالزرار كده. ما كان من الحتة الزرق اللي انا عملتها دي. اهو. اول ما ضغطت عليها بيديني الاحداثيات بتاعة الاراضي. بيقول ان انت مشين فهتتخلى عن الاراضي دي. غير بعد ما المدة دي تعدي. طيب اخر واحد انا احتلت هو بيكون الاخير فوق ده. او الواحد فوق عندك. وبيديني هنا المستوى بتاعه راك. مستوى واحد. ولو انا عايزة الغيب اعمل علامة صح جنبه وكده وادوسك على ايه كلمة تخلي اللي هي ظهرت هنا. بس طبعا مشين مش هيرضى يخلينا تخلي. بسبب ان هو مديني حماية سبعتاشر ديئة. يا بتبقى حوالي تلت ساعة يعني. وبتبدأ تقل. طب انا هو هاجرب كده معاكم. هيقول لي ما ينفعش. بيقول لي ما ينفعش. لازم الوقت ده يعدي الاول. ساعة الضر تتخلى عن الارض. طيب انا هضغط على الاحداثيات دي عشان يودينا عندها. اهو ودنا عندها ودنا عندها. هابدأ احتل لمستوى اتنين. اهو باحتلها. بمجرد ان احتلها ان شاء الله ساعتها اقدر احتل مستوى تلاتة اللي هي دي. اه يا ربي غلطة مني. كنت مفودة استخدم بطاقة مية بالمية. كنت بجمع موارد. النهاردة مسابقة جمع الموارد. من الصبح بفكر نفسها بلي ما اعمل الحلقة. ان انا استخدم بطاقة مية بالمية. ونسيت للأسف. كنت هتفتح معي هدايا اكتر من كده. انا هي كده فتحت معي خمس هدايا. لو انا كنت استخدمت البطاقة كان هيفتح معي سبع هدايا. كان هيقرب من التمن هدايا كمان. يلا حصل خير مش مشكلة. اصل النهاردة جمع موارد. وانا كنت باجمع الموارد. بمجرد ان انا نعلت المدينة. عشان اقلتها من شوية قدامكم. انا قلتها نقلي مجاني. بمجرد ان انا نقلتها القوات بترجع من جمع الموارد. فبيتجي لها دايب. طيب انا كده احتلت مستوى اتنين. هابدأ بقى احتل مستوى ثلاثة. اهي المناعة بتاعت مية واحد وهنا مطلوب صفر. مفيش مناعة اصلا. هابدأ اهجم كده. اهو. ردي يهجم المراضي. ليه? لانك لازم تاخدها من مستوى واحد وانت طالع. وهكذا بتدو اتحتل اراضي. طيب الاراضي دي بتغطيك موارد. كمية المراضي اللي بتعطيها لك هتعرفها من هنا. تروح على الدمس داي. اه اتروح على الاقاليم في المكان ده. هتلال اراضي اللي انت احتلتها هنا. قلنا كده. طيب. مكتوب هنا بينتج تلتمية في الساعة. وهنا برضو تلتمية في الساعة. هنا صفر في الساعة لان انا محتلتش حاجة هنا. يبقى انت كمان ساعة كده هتعمل ايه بقى? كمان ساعة او اكتر. هتبدأ تدوز على كلمة جامع. هارفست. الكلمة اللي تحت دي. او انا انتصرت هنا على. بتاع مستوى ثلاثة. طيب. ادوز هنا كده. هيجيب لي الموارد اللي انت جمعتها خلال الكم ساعة دول. بعد ما بتجي لك موارد بتروح على هونر. اه مش فاكر اسمها البناء ولا اسمها ايه? اه بناء الشرف. وبنية الشرف. هتروح على المصنع. المصنع ده. وهتدوس على تصنيع. هتلاقي الموارد اللي انت جمعتها بتظهر عندك هنا. دي مواد اه فيها فيروس الزومبي طيب. يعني الحديد ده في فيروس الزومبي. الخشب كزيلك. حتى بصوا معموله باللون الاخضر ازاي? طيب. المصنع ده بيعمل ايه؟ بيبدأ يخلي الفيروس في ناحية هنا كده مسلا. والخشب هنا. يبقى الخشب النقي هنا. والاااااا وفايروس الزومبي في الناحية التاني. طيب كده نجرب الطعام اللي انا لسه لمه دلوقتي. خمتسة واربعين واحدة اوه. هضغط عليها كده. هلاحظ انها تحطيت هنا. وهلين هو هيديك طعام نقي هنا والفايروس هنا. بينقيها. طيب هبدأ اعمل له انتاج الكلمة اللي تحت دي وبيديني المدة اللي هينتج فيها. اللي هياخد ثلاث دقائق. طيب هو هينتج براخته. كل ما بينتج هتلاقي هنا رقم بيزيد وهنا رقم بيزيد. اه هو. اه هو معمول هنا باللون الاخدر. الاخدر بيجي هنا والاصفر بيجي هنا. يعني بينقيها. بعد ما المصنع بيخلص هنبقى نشوف المواد اللي هو بيعملها دي بيعمل بقى ايه? طيب. انا كده احتلت مستوى ثلاثة مش هقدر احتل مستوى اربعة غير لما احدث المبنى الاخدر اللي قلتلكم عليه من شوية. اللي هو المبنى اللي بالمنظر ده. لازم احدثه عشان اعرف اه احتل مستوى اربعة. تعالك نشوف لو انا خاولت احدثه هيقول ليه? المبنى كمان اللي اخدر ده انت بتعالج جوا القوات بتاعتك. القوات اللي هي بتهجم هنا تتصاب من فيروس الزومبي. حتى اعمل لك علامة الثعاف هي. مش بتتعالج في المستشفيات العادية بتتعالج في المبنى ده. اضغط عليها هنا كده وابدأ اعالج القوات. طيب. هضغط على المبنى وعمل له تحديس. علامة التحديس ايه? الاحظ ان هو بيقول لي انا عايز من عينة الفيروس سبعمية. وحاليا انا معي عشرين. طيب عينة الفيروس ده واردتكم بجيبها من ين من شوية لو فاكرين. عينة الفيروس بجيبها من المصنع. تعالي نرجع للمصنع تانا افكركم بيه. اروح اهو. على مهمة نهاية العالم. اه اروح على هونور. هي الابنية. اروح على المصنع ادوس على تصنيع. فلاحظ ان هنا هي عينة الفيروس هي. عرفت بتجيبها منين? عن طريق المصنع. العينة اللي انت بتجيبها دي هي اللي بتساعدك انك تحدس المباني. سواء عينة الفيروس او الصخور. يعني مثلا لو انت بتعمل اي واحدة من الثلاثة دول هتلاقي هنا الصخور. لو انت بتعمل اي واحدة من الثلاثة دول هتلاقي هنا عينة الفيروس. يعني المصنع ده هتلاقي بيتحدث بالصخور. طبعا كده نشوف اهو. اهو بيقول لي ايه محتاج صخور. وطبعا فهمت هتيجي انت صخور من اين برض? كله من الموارد. الموارد اللي انت بتجيبها من الاقاليم هنا. فانت حاول تحتل اقاليم كتير. وحاول انها تكون مستويات حالية. وحاول لما تيجي كمان تحدث ابدأ بالمبنى ده في التحديث. لان المبنى ده هو اللي هيخليك اه تصنع المواد بسرعة. يعني شفت من شوف يقول لي هياخد تلات دقيقة. لو انت حدثت المبنى ده مثلا هياخد دقيقة وياخد دقيقة كده. كل ما بتحدثه تلاقي الوقت بيقل. وبياخد كمية كمية اكبر من الاول. يعني ده ما ياخد خمسين تلاقي بياخد مية. كده. فانت ابدأ بدا. ما المبنى ده هو اللي هيسهلك انك تحدث اللي جانبه دول. تاني المبنى ورا على طول بتحدثه هو ده. اما الاتنون دول بتحدثه من ساحة الحرب. حرب اسمها حرب غزوات نهاية العالم. ودي هتبدأ كمان اسبوع من بداية آآ خدث مهمة نهاية العالم. يعني لو رحت على الاحداث هنا. اروح على وشك البدء. لسه ما بدأش. حدث لسه ما بدأتش. هلاقه هو. حرب غزوات نهاية العالم. بتبدأ بعد سبعة تيجئة. يعني انت هتحتاج اللي اتنين دول آآ بتجهزهم عشان الحرب لها تبدأ كمان سبعة تيجئة. واحد للدفاع واحد للهجوز. طيب اه بنعمل تاني. هبدأ ادخل على المدينة بقى وجمع الهدايا بتاعتي. يهو. بابدأ اجمع الهدايا بتاعتي. مش عارف خدت بالك انا جيبتها من اتنين ولا? طيب هرجع خطوة او ريك. آآ باضغط هنا. اه العلامة الخاضر ايه. بيقول لي ان فيه هدايا هنا. وابدأ اجمع الهدايا. وقدين بالكم من النقاط دي. هوريكم بنستخدمها فين للوقت. النقاط دي مهمة جدا في الابحاث بتاعتي. ودي مهمة. ودي الحجارة اللي كنت بكلمكم عليها من شوية. آآ بالنسبة لدي بتزود لك اقاليم. هوريها لك برضو. الحرب دي فيها اتحتاج كزا حلقة بسبب الشغل الكتير اللي فيها. دي مشكلتها. طيب انا هبدأ اجمع دي. هدوس عليها كده اجمعها. دلوقتي هدخل على المبنى ده. واختار اول اختيار. بعد ما اخترت اول اختيار. هلاحظ عندي هنا علامة زاد. هضغط عليها. هلاقي الحاجات اللي جاتلي في الهدايا. هبدأ استخدمها. طيب بعد ما باستخدمها بلاحظ ان المستوى معي بيزيد. وطبعا ما زادش دلوقتي لان مستوى دلوقتي اصعب. انا دلوقتي مستوى 25. يعني انا يقول لي هنا. ده النظام الحديث بقى لو انت متابع القديم مش هتلاقي الكلام ده خالص. وقول لي هنا استخدم دي تلات مرات عشان تفتح اللي وراه. يبقى هدوس عليها كده. هدوس تعلم كلمة تعلم تحت. بعد ما بدوس عليها. طيب انا كده تعلمتها مرة. تعلمت واحد من ثلاثة. مفروض لازم اتعلم ثلاثة. بص اللي حصل للخمسة وعشرين بقت اربعة وعشرين. كل ما بتعلم مرة. اه بين قص العدد اللي خده. اهو. اهو بقى اتنين. اه كده تعلمت مرتين من تلاتة والنقاط بتاعتي بقت تلاتة وعشرين. اتعلم اخر مرة. اهو. كده بقت ماكس اهي. وبقت النقاط بتاعتي اتنين وعشرين. وهكذا. ابدأ اتعلم دي كده بالترتيب. تلات مرات ورابعة. طبعا دي حاجات جديدة انا لسه معرفش القدرات بتاعتها. يعني انا اللي فاتت كنت احافظها. كنت عارف انا بعمل ايه. لكن انا الوقت بختار اي حاجة وخلاص. طيب انا كده فتحت واحدة ومعرفش هي لازمتها ايه. مش عارف دي حاجات جديدة كده هبقى اشوف بتعمل ايه وابقى اقول لكم عليها. هجرب بقى دي كده. هبدأ اه طيب انا عايز افتح دي اصلا. لان دي بتعمل زيادة في الموارد. على حالة دي انا عارف هي بتعمل ايه. اه هختارها. او انا تعلمت كام اتنين من تلاتة. لازم توصل تلاتة من تلاتة. والنقاط بتاعتك بتنقص من فوق. نقاطك اهي. وصلت لتناشر. وانا ابدأ اتعلم بالمنزر ده. انا بيقول لي اتعلم خمس مرات. انا تعلمت له الخمسة. اخر نقطة معي. هستخدمها هنا وخلاص. كده انا استخدمت النقاط بتاعتك كلها بقت سفر. طيب انت مسلا مش عاجبك الخريطة بالمنزر ده. يعني في حاجة تانية انت عايز تعملها. ممكن تدوس على الزرار ده يعمل لك اعادة تعيين. يعني تلاقي الحاجات دي كلها رجعة الاصلة تانية. تلاقي النقاط بتاعتك كلها رجعة تانية. طيب. بس لازم تتأكد الاول انها موجودة عندك في الهداية. يعني تروح على الهداية كده. وهي شكلها فين? فين? اعادة التعيين. اهي. معي تمانية منها. دي اعادة التعيين. اهي. طبعا ممكن تستخدمها من هنا. بس انا طبعا مش هستخدمها. دي بترجع لك النقاط كلها زي الاول تاني. وتبدأ انت هتجمعها من جديد. بس انا هبدأ بقى احتلل اراضي انا كده مع نفسي. وكل حاجة برضو جديدة هجي اعملها هعمل لكم لها حلقة بحي استتابعة معي لو هتقلدني يعني ولا حاجة. بتعرف انت هتعمل ايه. انا ازاي? يعني بتجيب موارد منين? وتعملها في المصنع ده. عشان تحدث بها المباني دي. ايه دي الفكرة. ان شاء الله بحاول برضو اوصل لمستوى خمسة وعشرين. لسه اوصل لاربعة وعشرين يوم التلاتة اللي فات. صاحبي جون هو اللي سعدني بالموارد. ده انا اكتر من عشرين مليون من الحديد. والخشب. طيب. كان في حاجة ازاولها ونسيت. خش على دمس دي. ممكن افتكر من جوه. كان في حاجة انا خدتها في الهدايا وقلت اهوريكو بعمل بقى ايه? بس مش فاكر. طيب هو هنا المصنع خلص انتاج اهو. ابدأ ادوز جامع. هو كده جامع للموارد ده. ابدأ اصنع غيرها. انا بصراح مش فاكر كان في حاجة طلعت لي في الهدايا. اه افتكرت دلوقتي. اه كان في حاجة طلعت لي في الهدايا. اه علامة كده شبه العلم. مكتوب رقم واحد. العلم ده انت لو ضغطت هنا كده هتزوده. يعني هنا بيقولك تقدر تحتل في اليوم عشرين. النوارد ده كده عشرين. العدد ده بيزيد واحد كل يوم. يعني بكرا ان شاء الله تلقي واحد وعشرين. ده عن النزام القديم. النزام بتاع دلوقتي ما عرفش هيعملوه ازاي. طيب. انا عايز ازود العدد ده. مسلا احتلت عشرين. في الولاية بتاعتي. اما الولاية بتاعت الاعداء. يعني مسلا في خارب بغزوات نهاية العالم. هنقبل الولاية تاني. هنروح عن ضغط. سيتقدر احتل عشرين من الجنب ده. دي حاجة كده هبقى رهالكم الجنب ده. خليه دلوقتي ولسه قدامه اسبوع. احنا خلينا في الجنب ده. انا دلوقتي احتلت خمسة. فين الخمسة يا عام? ادي تلاتة هون. ودي واحدة هو. ودي واحدة او. تلاتة واحد وواحد خمسة. انا احتلت خمسة من عشرين. دول بتاع النهار. طيب افرد انا عايزة ازود العدد. كان فيه عالمة اا عالمة للعالم كده. يعني احتل اراضي ازد. ادوس على العالمة ازا ادي. اهي هي دي العالمة بتاعت العالم اللي كان قصد عليها. معايا اتنين منها. وابدأ ادوس استغطي. اتلاقى زودتلي ايه? الاراضي اللي انا اقدر احتلها. اهي بقتي اتنين وعشرين. هي دي كانت الحاجة اللي انا عايز اقولها وكدت ناسي هي فيها. بس كده. ابدأ بقى عمل الحاجات دي كده ان شاء الله. ولو في حاجة جديدة هعمل لها حلقة برضو ان شاء الله. عشان اكمل معكم. وتبقوا لواء كده ان شاء الله فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.